السلام عليكم ورحمة الله معكم خميس الغافري وتحليل يونت ون للصف الخامس الأساسي للفصل الدراسي الثاني لمنهج سلطنة عمان كما نلاحظ هنا حروف مبعثرة يكون منها الطالب بعض الهوايات مثلا هنا فشينج فيمكن للطالب أن يدخل هذه الكلمة لكي يحفظها في جملة I like fishing أو يقول I don't like fishing أو I love fishing أو هكذا أو I hate fishing الصورة الثانية أيضا riding a bike هنا كلمة bike رأي بيك هذه هوايات هنا كما نلاحظ playing football playing football يكبر كلمة football كما نلاحظ هنا هنا نلاحظ هذا الولد playing chess chess هذا الشطرنج إذن chess اسم الشطرنج chess إذن playing chess الطالب يمكن أن يقول I like playing chess أو I don't like playing chess هنا هذه البنت نلاحظ لديها هواية وهي cooking الطبخ cooking يمكن للطالبة أن تذكر ذلك I like cooking I love cooking أو إذا كانت ما تحب تقول I hate cooking أو I don't like cooking وهكذا هنا التقاط الصور هواية هواية التقاط الصور taking photos I like taking photos I like taking photos أو I don't like taking photos إذن يحفظ الطالب هذه الهوايات هنا الطالب يكمل هذه القمل بكلمة من الكلمات السابقة إذن I like هنا نلاحظ horses إذن ركوب الخيول riding إذن riding horses I like riding horses My father likes going to the beach He likes playing football إذن he likes playing football أو tennis أي حاجة يحطها نطالب ولكن هنا مذكور في الأعلى football When we go on trips My brother likes taking photos إذن هذه هواية الأخ التقاط الصور عند الذهاب لأي رحلة معينة Salima likes cooking She sometimes helps her mother in the kitchen إذن cooking هنا سليمة تحب الطبخ ننتقل هنا إلى هذا النشاط الطالب يكتب الأشياء التي يحب القيامة بها بعد المدرسة إذن after school I like playing football and taking photos إذن يمكن الطالب يختار أشياء أخرى بدل هذه الأشياء مثلا after school I like riding my bike and for example fishing على سبيل المثال fishing I like playing chess and شيء آخر يقول مثلا and من الأشياء السابقة هنا في الأعلى and مثلا playing football أو cooking الطالب تقول after school I like cooking and taking photos أي شيء من الأشياء السابقة يطبقها الطالب في هذا النشاط ننتقل إلى هذا النشاط هنا الطالب يعبر عن هذه الصور اسم الشخص مكتوب والفعل أيضا مكتوب للطالب إذن هنا نلاحظ ناصر لابز playing chess هنا نلاحظ بأننا أضفنا حرف الأس إلى الفعل بدل لاب كتبناها لابز لأن هنا نتحدث عن مفرد عاقل إذن ناصر أو علي أو أحمد أو ليلى إذن أي شخص مفرد نضيف أس إلى الفعل هنا playing ليست فعل هي gerund هي يعني مثل ما نقول صارت اسم حولناها إلى اسم لأنه لا يمكن أن نضع فعلين رئيسيين مع بعض خطأ أن نقول ناصر loves play chess إذن لا يصلح ذلك فنضيف للفعل الثاني آينغي لتصبح اسما هنا لعب الشطرنج ليست فعل ليست معناها يلعب إنما لعب هنا نتحدث عن الصورة الثانية هنا نلاحظ بأنه اسمه فهد إذن فهد enjoys enjoys نفس love أو likes نفس المعنى إذن فهد enjoys fishing نلاحظ أيضا أضفنا اس إلى الفعل لأنه فهد مفرد مها likes taking photos ها هي مها likes نضيف أيضا اس للفعل لماذا لأنه مها مفرد taking photos taking هنا التقاط هنا اسم للاحظ بأنها التقاط الصور runner نلاحظ هنا يجب أن ننفي ولكن لا ننفي بdon't لأنه هنا نتحدث عن مفرد فنستخدم doesn't runner doesn't like singing singing سوري runner doesn't like singing إذن هي لا تحب الغناء إذن نلاحظ هنا like لم نضف لها s كما هنا هنا likes أضفنا s عندما هنا لا نضيف s لماذا لأنه سبق الفعل modal verb وهي doesn't فعندما تدخل modal verb يصبح هذا infinitive يعني مصدر يتعلم الطالب هذه الأشياء وينتبه لها هنا الطالب يحاول أن يجد الأخطاء في كل الجملة هنا نلاحظ I like read comics نلاحظ هنا like فعل أصلي وread فعل أصلي فهذا نفعل نضيف للفعل الثاني ليصبح يعني إذن الصح I like reading comics إذن نضيف للفعل الثاني إذن هنا نلاحظ بعد قلنا يأتي الفعل مصدر يعني بدون إضافات فهنا نلاحظ بأن بعد قال الفعل وهذا خطأ إذن يجب أن نحذف هذه الإضافات ونخلي مصدر ما هو المصدر enjoy إذن لا يمكن الفعلين مع بعض ينتهين ب-ING إذن خطأ نقول enjoying playing football هنا السببية لازم بعد هالفعل يأتي مصدر فدائما يكون بدون إضافات إذن to play ولكن هنا لا يصلح أن أقول to play فالأفضل أن نحذف هتو هذا هنا يعني نحذف هتو لا يمكن أن نضع هذه هتو إذن الصحيح نقول I don't like watching TV دائما نطالب عندما يتحدث نفسه يتعود أن يستخدم don't وليس doesn't I don't like watching TV نفس المشكلة هنا نلاحظ فعلين انتهي ب-ING إذن الفعل الأول يكون رئيسي لا نضيف له -ING إذن we love وليس we love listening to music نحن نحن نحب الاستماع إلى الموسيقى هنا الطالب يكمل هذه الجمل بالأفعال هنا ولكن نضيف لها I-ING هنا أفعال ولكن يحول ها إلى أسماء لتصبح حوايات هنا إذن she likes using نلاحظ بأن use انتهت بال-E فعندما نضيف ING نحذف ال-E ونضيف ING صارت using the computer he enjoys riding his bike نلاحظ riding أصلها ride هذا الفعل ونلاحظ بأن الفعل انتهى بال-E فعندما نضيف ING نحذف حرف E فتصبح riding هكذا بدون E they love ice skating إذن نلاحظ بأن skate انتهت بال-E عندما نضيف ING حذف حرف E نهاية الفعل فأصبحت هنا ice skating إذن هنا تزلق وليس يتزلق هنا ليست فعل وإنما اسم لهواية معين وهو التزلق على القليل she doesn't like writing letters to hear friends إذن نلاحظ بأن write انتهت بال-E عندما أضف لها ING حذف الإ فأصبحت writing هكذا إذن هي لا تحب كتابة الرسائل إلى صديقاتها it likes driving the car ها هي القطة نميرها it likes driving the car نلاحظ بأن drive انتهت بحرف الإ عندما أضف ING نحذف حرف ال-E ونضيف ING إذن صار driving إذن هنا driving ليست فعلا وإنما اسم قيادة قيادة السيارة he likes driving أيضا نلاحظ بأن dive هنا تنتهي بحرف الإ عندما أضف ING حذف حرف إذن he likes diving هو يحب الغوص إذن هنا ليس فعلا يغوص وإنما الغوص هواية الغوص إذن ننتقل هنا الطالب يكتب من هذه الأفعال بإضافة ING إذن يحذف بما أنها انتهت بال-E يحذف ويضيف ING فتصبح making نفس يرايد انتهت بال-E يحذف ويضيف ING فصارت riding انتهت بال-E يحذف هنا العكس هنا الأفعال هذه يرجعها يعني هذه الأسماء يرجعها إلى أصلها إلى الفعل اللي اشتقت منه إذن using يرجعها إلى use ولا ينسى حرف الإ لأن بالأساس فيها dive يرجعها إذن diving يرجعها إلى dive taking إلى take writing إذن write إذن هنا نلاحظ بأنه يرجع هذه الأشياء إلى الفعل الأصلي ما اللي اشتقت منه هنا يكمل الطالب هذا الجدول وهذه المعلومات عن سوزان إذن my name إذن هنا سوزان تتحدث عن نفسها فتقول my name is سوزان من أين أتينا بسوزان من هنا إذن ها هو name نلاحظ بأنه name الطالب ينظر في الجملة name فيذهب إلى name ويرى ما هي المعلومة أمامها سوزان إذن تبادلي تبادلي يعني أحيانا يكمل في الجملة من هنا وأحيانا يكمل المعلومات هنا من الجمل إذن هنا معلومات وهنا جمل إذن تبادل يعمل تبادل أحيانا يستخدم المعلومات الذي في الجدول ليكمل الجمل وأحيانا لا يستخدم المعلومات في الجمل ليكمل الجدول إذن هنا نلاحظ 11 years old فيكتب هنا 11 I'm from Spain من أين أتت سبين ها هي إذن country دائما عندما الطالب يعبر عن الجنسية عن نفسه مثلا I'm from Oman I'm from Bahrain إذن هنا نكتب الدولة التي ننتمي لها أو أتينا بها بمعنى أنا من البحرين أي أنا بحريني إذن سبين أتينا بها من الجدول I love gardening من أين أتينا ب love ها هي love في الجدول love وها هي gardening أيضا أتينا بها من الجملة ها هي gardening نكتبها في الجدول gardening اللي هي الفلاحة أو الزراعة I like skateboarding إذن هذا اللوح الذي يتزلقون به به عقلات صغيرة يسميه skateboarding like أتينا بها من هنا من الجدول أيضا skateboarding نكمل بها هنا لأنه هو like skateboarding فنكمل بها الجدول I don't like watching TV هنا don't like نلاحظ watching TV مكتوبة هنا فننقلها هنا في الجملة الطالب ينقلها هنا انتهت الطالبة من الحديث عن نفسها هنا الطالبة سوف تتحدث عن صديقتها من أين أتينا بإريكا هنا نلاحظ best friend's name إريكا فيكتب الطالب هنا إريكا أيضا ستتحدث عن الصديقة she likes painting إذن likes هنا نلاحظ likes هنا مكتوب painting فيكتب الطالب المعلومة هنا في الجدول painting إذن هنا تبادل في المعلومات بين الموجود في الجدول وبين الموجود في هذه الجمل ننتقل إلى هذا النشاط أيضا الطالب يكمل هذه المعلومات عن نفسه إذا قبليت the table about yourself عن نفسك إذن name يكتب اسمه أحمد A يكتب عمره country يكتب أمان إذا طبعا في الصف يعني طالب من جنسية أخرى يكتب دولته مثلا إذا مصري يكتب إيجبت إذا سودان يكتب سودان وهكذا إذن هنا يتغير الكلمة حسب جنسية الطالب love الشيء اللي يحبه من الهوايات إذن swimming أو like يكتب أيضا هواية يحبها إذن هويتين بمعنى love يعني نفسه يحب و like يحب إذن هنا diving مثلا هذه أمثلة من عندي الطالب يكتب ما شاء إذن ممكن هذا يغيرها حسب الأشياء اللي يحبها مثلا fishing مثلا gardening أي شيء الطالب يحبه وهنا ممكن يغيرها بداية diving يكتب أي شيء مثلا riding my bike أو مثلا reading وهكذا don't like هنا يكتب الطالب الشيء اللي ما يحبه والهواي اللي ما يحبها إذن مثلا fishing أو مثلا running أي شيء ما يحبه الطالب من الهوايات التي درسها في الأنشطة السابقة best friends name هنا يكتب اسم صديقه طبعا الطالبة راح تكتب اسم صديقتها مثلا جيهان أي اسم هنا إذا كان الطالبة سوف تكتب اسم الصديقة أما الطالب يكتب اسم صديقه best friends likes نفس ما سوينا هنا في الأعلى هذه عن سوزان وعن صديقتها أيضا هو يكتب المعلومات عن صديقه أيضا إيش اللي يحبه صديقه إذن يسأل صديقه ماذا تحب من الهوايات what do you like إذن بيقول I like مثلا gardening فيكتب gardening أو I like fishing فيكتب هنا الآن الطالب يدخل هذه المعلومات في جمل عن نفسه فهكذا مثل ما سوت سوزان في الأعلى هكذا سوزان قالت my name is Susan فهو فقط يقوم بتغيير هذه الأشياء كيف يغير كما نلاحظ my name is Ahmed أو my name is Leila حسب ما يريد الطالب إذن my name is Ahmed I am 10 years old أيضا يغير السنة I'm from Oman إذا كان من مصر يقول I'm from Egypt أو I'm from Tunisia أو أي شيء المهم يغير الطالب I love swimming I like diving المهم نلاحظ بأن المعلومات التي ذكرها هنا الطالب يدخلها في هذه الجمل إذن يغيرها هذه الكلمات بدون الأزرق يغيرها الطالب حسب اللي كانت بأنه هنا في الجدول I don't like fishing my best friend name is Hassan he likes gardening إذن هنا عن صديقه إذن حسب ما رأينا هنا عن سوزان كتبت عن نفسها وعن صديقتها هذا النشاط أيضا يكمل الطالب بعض الجمل مثلا my name is Susan I'm 11 years old وهكذا إذن نلاحظ الكلمات التي جاءت في هنا في المعلومات هنا إذن هنا التي جاءت هنا يكمل بها الطالب هذه الجمل بسيط يعني هنا يتعلم الطالب الحروف الصامطة أي التي لا ننطقها نسميها صامطة مثلا هنا silent حرف الكأ silent كمعنى هذا الحرف باللون البنفسي لا ننطقه فنقول يعني ني إذن ننطقها ني لا نقول كني وإنما ني نلاحظ بأن حرف الكأ لا ننطقه ني نايف لا نقول كنايف خطأ نايف لا ننطق حرف الكأ نو وليس كنو نو إذن ني نايف نو هنا حرف البأ هو الصامط دائما حرف البأ إذا أتى بعده حرف الأم لا ننطق حرف البأ إذن هنا نلاحظ لن ننطق حرف البأ إذن نقول كم كم وليس كم كم ثم الإبهام ثم وليس ثم ثم كلايم بعضهم يقولوا كلايم خطأ لا ننطق البأ كلايم لام لام وليس لام إذن مرة ثانية كم ثم كلايم لام كم ثم كلايم لام لام بدون ما ننطق حرف البأ هنا الو ساكن يعني و ساكن هذا و الصوت و إذن ما نقول ورايت لا نقول رايت لأن ننطق دابل يو الو ما ننطق رايت رايت ريست ريست إذن لا ننطق حرف الو كما نلاحظ ننتقل إلى نشاط آخر هنا الطالب يرتب هذه الحروف ليحصل على فعل ثم يضيف آي أنجي للفعل طبعا آي أنجي مكتوب فقط الطالب ماذا ويتعلم أن يحذف حرف الإ عندما يضيف آي أنجي إذن هنا رايت نلاحظ رايدنج أصبحت رايدنج وحذفنا حرف الإ نحظ حرف الإ غير موجود آآ بلاي بلايينج طبعا آآ بلاي ما فيها حرف الإ عشان نحذفه من أساس إذن بلاي بلاي بلايينج سايكل نلاحظ أن السايكل انتهت بالإ فنقول سايكلينج سايكلينج نحذف حرف الإ أوكي آآ كلايم إذن هذا الفعل كلايم رتب الحروف صار كلايم فنضيف آي أنجي كلايمينج كلايمينج لأن ننطق الباء ما نقول كلايم بينج خطأ كلايمينج فيش فيشينج سكيت 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 انتهت بحرف الإ فنحذفه سكيتينج أي فعل ينتهي بحرف الإ نحذفه عندما نضيف آي أنجي كوك كوكينج إذن كل هذه هوايات يحفظها الطالب ركوب ركوب خيول ركوب جمال ركوب دراجة إذن هذه هواية بلايينج بلايينج فوتبول بلايينج تينيس بلايينج سايكلينج اللي هو قيادة الدراجة كلايمينج تسلق أشجار تسلق قبال كلايمينج تريز كلايمينج كلايمينج موونتينج وهكذا فيشينج هواية الصيد سكيتينج التزلق كوكينج الطبخ طبعا هنا خطأ أضفنا آيينج هي آيينج بالأساس موجودة نلاحظ بأنها من الأساس موجودة إذن صارت كوكينج إذن هذا فيما يتعلق بهذا النشاط هنا الطالب يكمل هذه الجمل بهذه الأفعال هنا إذن أبي يحب السفر إذن هنا سفر اسم وليس يسافر سفر إذن هواية السفر إلى السفر إذن هواية السفر أبي يحب المدرسة يحب المدرسة وليس يمشي وليس يمشي هنا اسم هنا استمتع بتسلق قبل شمس إذن هنا تسلق وليس يتسلق هنا اسم نلاحظ أبي يحب المدرسة هنا هذا يكره لعب هذه قرة السلة إذن هنا الأخ يستمتع بقراءة القصص إذن هنا قراءة وليس يقرأ قراءة القصص هل تحب مشاهدة مباريات كرة القدم إذن نحونا إلى إذن هنا مشاهدة وليس يشاهد مشاهدة مباريات كرة القدم هنا سؤال طبعا إذن هنا الأم لا تحب استخدام الحواسيب أو الكمبيوترات إذن استخدام وليس تستخدم استخدام هنا اسم إذن هذا فيما يتعلق بالوحدة الأولى في أمان الله تعالى